الرابعة من يو تيفي اهلا بكم اجرى القائد العام للقوات المسلحة تغييرات في مواقع امنية حساسة اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة افاد في بيان بان التغييرات تأتي عملا بالبرنامج الحكومي واولوياته المتعلقة بالاصلاح الاداري للمؤسسات الامنية وضخ دماء جديدة فيها ويعطاء الفرصة للقيادات اخرى في الادارة لرفع كفاءة الاداء في تلك المؤسسات موضحا ان الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيدة لتعزيز الامن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد الى ذلك كشف مصدر رسمي ليو تيفي اسماء القادة الجدد ومن شملتهم التغييرات في جهازي الامن الوطني والمخابرات وقال المصدر انه تم تنصيب ابو علي البصري رئيسا لجهاز الامن الوطني فيما جرى انهاء تكليف حميد الشطري بوكالة الجهاز وتكليف احمد الطيار بدلا منه الى جانب انهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني للجهاز وتكليف مثنى العبيدي بديلا له وفي المخابرات تقرر انهاء تكليف ماجد الدليمي وتنصيب وقاص محمد خلفا له هذا وتضمنت التغييرات نقل الشطري والدليمي الى مستشارية الامن القوم لمباشرة العمل هناك شنى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني هجوما على من وصفهم بشلة الفاسدين الذين يريدون الانقضاض على الموازنة بعد اقرارها كما فعلوا مع موازنات انفجارية سابقة مؤكدا ان الحكومة تتابعهم بكل الوسائل هناك شلة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على هذه التخصيصات المالية وتعد العدة بمختلف الوسائل والسبل حتى تستثمر هذه الاموال كما استثمرت الاموال في الموازنات الانفجارية السابقة والتي لم تترك اي اثر بما يوازي هاي الارقام اللي صرفتها الدولة طيلة السنوات الماضية نفسهم موجودين نفسهم اللي يتباكون على المواطن يتباكون على الخدمات وعلى المشاريع ويتحدثون بالعفة ومكافحة الفساد هذه الاصوات هي كلها تنتظر ببعض عافل النفوس الموجودين بالدولة تنتظر الانقضاض على هذه التخصيصات وخلال جلسة مجلس الوزراء وجه السوداني بإلغاء إفادات الوزراء وتقليلها بالنسبة للمديرين العامين مطالبا كابيناته بالتفرغ لإنجاز المشاريع المقرة في الموازنة أريد نقلل الإفادات إفادات السادة الوزراء السادة الوكلاء نفوت لاحظنا هناك نسبة متزايدة من الإفادات وتأثر على مجمل عمل الوزارة هذه الستة أشهر فترة مفصلية في الوزارة في البرنامج الحكومي لخدمة أبناء الشعب والمواطن اللي ينتظر من هذه الموازنة اللي يسمع فيها 200 تريليون دينار شنو أثر هاي الإيجابي اللي راح ينعكس من خدمات من وضع معيشي اقتصادي الكل تنتظر فيراد أن نتفرغ لهذه المهمة يتم تقليل الإفادات بالذات السادة الوزراء إذا مؤلغاها كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ليو تيفي عن قرب إطلاق حزمة ثانية من الطعون في الموازنة وتقديمها للمحكمة الاتحادية نافيا أن تعطل هذه الطعون بنود الموازنة الحكومة قد طلبت أمرا ولائيا من المحكمة الاتحادية وبين المزدوجين الأمر الولائي قضية مهمة جدا لأن أمر الولائي يعني أن الحكومة العراقية طلبت من المحكمة الاتحادية إيقاف تنفيذ هذه البنود فورا قبل البدء بتنفيذها لكن هذا لا يعني تعطي للموازنة الموازنة أقرت السيد الرئيس الوزراء أصدر بيانا أن نأفيه الشعب العراقي وشكر فيه كل من ساهم في إقرار الموازنة وأيضا أبقى الباب مفتوحا لمجموعة من الطعون صدرت الحزمة الأولى من الطعون هناك حزمة ثانية إن شاء الله ستصدر لاحقا وبالتالي الأبواب التي أقرت ولا يوجد عليها طعون ستمشي إن شاء الله والأبواب التي فيها طعون ننتظر رأي المحكمة الاتحادية بإصدار أمر الولائي بإيقافها فورا قبل أن نبدأ أو ندخل حيز التنفيذ في البنود المطعون فيها رجح خبراء في القانون والسياسة كفة الحكومة في دعوة الطعون بالمواد المضافة على قانون الموازنة وقال للخبراء إنها تعارض برنامج رئيس الوزراء وتحمله أعباء مالية تفاقم العجزة الكبير مزيد نتابعه في هذا التقرير على طاولة المحكمة الاتحادية تضع الموازنة المطعون بـ 12 مادة فيها بدعوة من رئيس الوزراء نص الدعوة تضمن طلب إصدار أمر الولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد إلى حين حسم الدعوة ووفقا لمقربين من السودان فإن المواد المطعونة بها تتعارض مع البرنامج الحكومي وتحمله أعباء مالية كبيرة وبعيدا عن لغة المال والأرقام يرى مختصون في السياسة أن الحكومة هي جهة المسؤولة عن قرار الصرف وتنفيذ الموازنة بغض النظر عن إرادات الساستي والنواب الحكومة هي التي تشعر بالخطر أو بالارتياح حينما رأت أو شاهدت أو صوتت مجلس النواب على هذه المواد لربما أرادوا كسب الجمهور أو لدعاية انتخابية لكن هذا ليس على حساب للحكومة ولا على حساب الناس بالتالي أرى الحكومة هي صاحبة القرار الأخير على جانب آخر يرى خبراء القانون أن الحكومة راجحت الكفة أمام التعديلات النيابية وإنها ستكسب دعوة الطعن وخصوصا ما وجود مناقلات محدودة ومواد مستحدثة قد تزيد اتزاع فجوة العجز المالي أحيانا يقوم مجلس النواب بتغيير في بعض بنود الموازنة يعني يسوي تنقل بين مبالغ مادة إلى مادة أخرى هذا أيضا مسموح بيسمح بالقانون لكن لا يمتلك مجلس النواب صلاحية رفع الحد الأدنى لمبالغ الموازنة لأي مادة من المواد دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ولا يمتلك الحق في تغيير الصياغل أو الديباجة القانونية لمواد الموازنة أيضا دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ومع مرور أكثر من ستة أشهر على بدء السنة المالية تزداد المخاوف من تفاقم العجز ولذلك تسعى الحكومة إلى حثف المواد المضافة ذات العباء المالية من الموازنة وخاصة المتعلقة بتثبيت مئات الآلاف من الوظائف وزيادة مخصصات وحوافز الوزارات من بغداد علي أسد يوتي بي اشتركوا في القناة اتفق العراق والمملكة المتحدة على إنجاز اتفاقية الشراكة وتعاون وعرضها على البرلمان في البلدين هذا العام بيان مشترك بمناسبة الحوار الاستراتيجي البريطاني العراقي والذي عقد في لندن في اليومين الماضيين أكد أهمية تسريع انضمام بغداد إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج طويل المدى لدعم العراق والتزمت المملكة المتحدة بمشاركة خبراتها مع العراق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتنوع مصادر العائدات الحكومية فيه وتسهل انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية علقت منظمة أطباء بلا حدود أنشطة طبية أساسية داخل موقعين صحيين في نينوى إثر نقص شديد بمخزون الأدوية والمستلزمات بفعل تعقيدات إدارية وروتينية المنظمة الدولية ذكرت في بيان أن القرار جاء نتيجة إجراءات رسمية معقدة وغير واضحة أعاقت ضمان وصول الإمدادات الطبية الكافية إلى المشاريع عبر مطار بغداد الدولي ونقلها داخل العراق أضاف البيان أن المرافق الطبية المعلقة العمل بها في الموصل كانت توفر خدمات طارئة عالية جودة في مجالات الصحة النفسية والنسائية والتوليد ورعاية حديثي الولادة وجراحة العرام لتعويض نقص مياه الري يلجأ بعض المزارعين في نينوى إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة من دون اكتراث لمخاطرها على صحة الإنسان والبيئة إن عدم شبكات الصرف الصحي في الموصل حول الأودية الموسمية إلى مبازل دائمة الجريان تعتمد على مياهها عشرات المزارع في إرواء المزروعات فهض العلي مزارع أسس شبكة بدائية لتنقية المياه الآسنة القادمة من وادي الخوصر أيسر الموصل يقول إن هذه المياه تغنيه عن استخدام الأسمدة لأرضه ما بي ملوح مياه الخوصر مياه البير بي ملوح إن فيد الهرش يقير من مياه البير الهرش يشتغل عليه مياه البير يسوي ملوحة لازم تدفع السماد كمياه وتعتمد دول كثيرة تعاني من أزمة في المياه على استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة باستخدام مختبرات وآلات متطورة لتنقية المياه لكن عدم البنية التحتية لتنقية هذه المياه يجعلها خطراً على حياة الإنسان بحسب متخصصين في البيئة خصوصاً القادمة من المستشفيات والمصانع أنت من تسميتها الصرف الصحي يعني كل شي تحتوي تحتوي بإضافة للمواد كمياه تحتوي على شواب ومخلفات ودهن المحركات والسيارات يعني أساساً هي عبارة عن مستعمرة من الوباء فالمشكلة وين؟ المشكلة ليس بالنبات قد يستفاد من الصرف الصحي قد يستفاد جزء منه بس الغالبية هي غير صالح استهلاك البشر الفرق الجوالة لبيئة نينوى أخذت عينات من تلك المحاصيل لفحصها مختبرياً وشكلت لجنة خاصة لمحاسبة الجهة المتسببة للضرر كثفت لجان الفنية في مديرية بيت نينوى الرقابة على أصحاب المجروعات ويتم أخذ عينات سواء النبات أو المياه وخصوصاً المياه وخضعها للفحصات المختبرية لتبيان مدى يعني نسبة التلوث بها وفي حالة وجود مخاطر أو نسب عالية من التلوث نلزم أصحاب النشاط يعني الفلاحين بإيقاف هذا النشاط وفي ظل أزمة المياه وغياب مشاريع الرأي بات اعتماد المزارعين على طرق بداية في الزراعة من دون الاكتراث لمخاطرها على صحة الإنسان والبيئة وفي نينوى أيضاً أكد مدير المستشفى البيطرية الدكتور عدي العبادي تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لتكون الخامسة في المحافظة لافتاً إلى وفاة أحد المصابين بالمرضى المعدية سجلت محافظة نينوى ليلة البارحة إصابة جديدة بمرضى الحمى النزفية لشاب بعمر 19 سنة من الجانب الأيمن في منطقة حي الصحة طبعاً هذه الإصابة هي إصابة الخامسة في محافظة نينوى طبعاً إحدى الإصابات فارقة الحياة من هذه الإصابات الخامسة نحن مباشرة من مجرد وصول نتيجة فحص عينة الدم وكانت موجبة اليوم كوادرنا الصحية من وقت مبكر الآن تقوم بغلق المنطقة واتخاذ الجراءات الصحية الكافة اللازمة برش وتعقيم المنطقة ارتفع عدد المصابين بالحمى النزفية إلى 289 شخصاً فارقة 41 منهم الحياة منذ بداية العام الحالي مدير البيطرة في وزارة الزراعة ثامر الخفاجي قال لصحيفة الرسمية إن ذيقار سجلت أعلى الإصابات بين المحافظات بواقع ثلاثة أو ثلاث وسبعين حالة إلى جانب عشر وفاحت أعلنت وزارة النفط البدأ بتحويل منظومات مركبات الأجرة من البنزين والديزل إلى الغازي مطلع العام المقبل مدير قسم غاز السيارات في الوزارة أزهر عبدالحسين ذكر في تصريح صحفي أن القرار صدر عام 2017 إلا أن العمل به تأجل مضيفا أن أي مركبة تحتاج إلى إصدار سنوية سترسل إلى شركة تعبئة الغاز لغرض إضافة المنظومة له تسع حالات طلاق في الساعة وأكثر من ستة آلاف في الشهر أرقام صادمة سجلها مجلس القضاء الأعلى لهذه الظاهرة الاجتماعية عبر محاكم العراق عدى إقليم كردستان الأسباب والتفاصيل الأوسع ضمن هذا العرض من إعداد أسامة الحامد وتقديم سرمد القيسي أكثر من مئتي حالة طلاق يوميا في محاكم العراق بمعدل تسع حالات كل ساعة أما شهريا فسجلت إحصائية أيار الماضي وحده أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حالة أرقام صادمة أصدرها مجلس القضاء الأعلى عن مجمل محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان تذكر تقارير رسمية أن أعلى رقم مسجل لحالات الطلاق كان عام 2021 حيث شهد ما يزيد على ثلاثة وسبعين ألف قضية وخلال العقد الممتدي بين عام 2004 حتى عام 2014 كانت كل خمس زيجات يتخللها طلاق واحد وعلى مدار هذا العقد وقع أكثر من نصف مليون طلاق بين مليونين وستمائة ألف زواج باحثون اجتماعيون يرون أن أبرز أسباب الطلاق هو الزواج المبكر اتضمن عام 2020 ما يقارب ألفا وخمسمائة حالة طلاق لمراهقات لم يبلغنا سن الخمسة عشرة بعد إضافة إلى أسباب السكن المشترك مع أهل الزوج والفقر والبطالة والمخدرات فضلا عن الخيانات الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويرى مختصون أن الحاجة باتت ملحة لاعتماد معايير يتلافى فيها الشريكان الطلاق ومنها زيادة الوعي المجتمعي بشأن همية تماسك الزواج والتمسك بالحياة الزوجية وتقديسها والاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي ترفض مناحل معهد الكوت التقني أسواق واسط بعسل الكوكتيل الطبيعي فيما وفر المعهد أكثر من ثلاثة دوانم مزروعة بزهور ونباتات يفضلها النحل لإنتاج هذا النوع من العسل هذه الأشجار تابعة لمعهد الكوت التقني في الجامعة التقنية الوسطى يتفحصها علي سلام مع مناحل المعهد ضمن مشروع إنتاج العسل بأسعار مدعومة فسعر كيلو العسل الأصلي هنا ثلاثة ألف دينار فقط هذه الخلايا من النحل يعني ما شاء الله يعني تفرز عسل طبيعي مية بالمية وتكون أسعار العسل يكون أسعار مناسبة يعني ليس لغرض الربح يعني تكون فيه في نسبة تخبيض يادوب تسد تكاليف الكلفة اللي يعني اللي صارت عندنا على المناحل الموجودة بالمعهد التقني كوت عدنا مثلا العسل اللي يسمونه الكوكتيل عسل للنباتات المتعددة اللي هي يعني نبات السدر ونبات الكالبتوز والنباتات البرية نبيع الكيلو مالتها بثلاثين ألف النص كيلو نبيعها بخمسة عشر ألف يحتاج النحل إلى ثلاثة دوانم كحد أدنى لإنتاج عسل الكوكتيل فيما وفرت عمادة الكلية مساحات شاسعة مزروعة بأشجار يفضلها النحل كزهرة كف مريم والمورنغا وبوق النحل بدأ بشيء بسيط وتوسع تدريجيا زودنا الخلايا والطرود ولله الحمد يعني اليوم عدنا كان الفرز الثاني خلال هذه السنة وفضلا عن إنتاج العسل تنتج هذه الورشة راكيبة من سموم النحل مثل الأغذية العالية لبروتين ومراهم علاج المفاصل ومستحضرات التجميل طبعا هذا الكريم باعتبار النحل يحتوي على ست منتجات أحد منتجات الأهم الموجودة بالنحل هي سم النحل سم النحل نستخدمها بالتجميل قرابة ألفي دونم خصصت للمأحد التقني للمشاريع الخدمية والعلمية في أدة قطاعات ترفض السوق بمنتجات تظاهي المستوردة وبأسعار أقل بكثير من وسط حمزة الأسدي شكرا لكرم المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة